سولين تقاليات الموسم ده في تحركات وحركة كبيرة جداً لحراس المرمى وبقى بشكل مبالغ فيه جداً كتير أيه ليه؟ بص ده من أكتر موسم في تاريخ مصر إن بيتم فيها انتقالات حراس مرمى سواء على سبيل الإعارة أو بيع نهائي وعايزين نتكلم بقى على إيه يعني فيه طبعاً حراس مرمى بس هنتكلم طبعاً على كل الحراس بس يعني الحراس يعني مثلاً ما نجي نكلم على محمد صبحي رجع النادي الزمالك ودي أنا شايف صفقة مهمة جداً جداً لنادي الزمالك يعني عنده محمد عواد وعنده محمد صبحي فأنا شايف ده مكسب لنادي الزمالك مهمة صبحي تاني مهمة صبحي يعني هي مهمة النادي الزمالك الصبحي وهو أساسي مع فارقه بيلعب وبيتقلق وبيجيد محمد عواد متقلق جداً في الزمالك من الصعوبة مكان إنه يقض على الدك فمحمد صبحي والد إنه يقض فترة على الدك فلا هي مفيدة صبحي ولا هي مفيدة طبعا لنادي الزمالك لو كان في حال يستمر مكبير تالت كنت هقولك مش تبقى مفيدة صبحي قوي يعني لو موجود أبو جبل حتى أنا قلت الكلام ده يعني بقول دايما لو أنت عندك حارسين كبار كويسين مهم جدا يبقى متواجدين لأنه زمالك بلعب بطلات كتير في أفراقيا وفي دولي وفي كاس وبطلات كتير قوي فمهم يبقى عنده اتنين لأنه برضو الموسم طويل قوي وعندك مشات كتير وعندك ممكن يحصل إصابة وممكن يحصل أي مشكلة فلو موجود أبو جبل بالنسبة لصبحي ما كانش تبقى مهمة قوي ففي وجود عواد لأ مهمة جدا لصبحي ومهمة النادي الزمالك فالأتنين أنا أعتقد أن الاثنين يبقى منافسة بينهم كبيرة جدا جدا وعواد عارف كويس قوي أنه في أي وقت ممكن صبحي ياخد وصبحي لو خد ممكن ما يعودش هي الكرة كده زي ما أنت خدت عواد وما أعدتش ما شاء الله ما أدي بشكل كويس جدا بقى لك فترة كبيرة وخدت دوري وخدت كاس فبرضو أنت وصل لك كويس قوي أن دي امسك فيها بقى بأيديك وثنانك وكمل زي ما أنت مكمل كده هي هي كرة كده طيب باقي الحركة بتاعته نتكلم ده صبحي تكلم عن محمد بسام محمد بسام قعد عشر سنين في الجيش ما نعرفش الحالي الثاني في نادي الجيش صح مش كده صح محمد بسام ما شاء الله يعني ما شاء الله بحافظ على صحيته كل حقا دي كل حقا دي طبعا وبلعب على طول بيلعب مشوفناش مرة يعني في حالي استنى اللعب ندالا جدا أنا عارف الجيش التاني يعني وراح الحرس راح الحرس مصطفى شعبان إنما أنا قصد أقول لحضرك ان ما شوفناش يعني حالي استنى بيلعب بيلعب مسلا من نص موسم بيلعب موسم صح محمد بسام راح السيراميكا فده أكيد أكيد هيعمل شوية يعني المركز ده مركز مهم جدا ومركز مش أي يعني واحد بقاله عشرين بيلعب أساسي وبيكسب الفرقة مكسب الفرقة بطولة صح واخد رابع السنة دي صح سنة اللي فاتت يعني كس مصر بعد كده رابع الدوري فإن هو يمشي من الجيش طبعا طبيعي إنه هيبقى برضه أنا شاف إنه هيبقى يعني هيفرق مع طلاع الجيش رغم إن عمر ردوار رجع كان عارل إسماعيلي وعمد السيد كمان من الجونة راح الجيش إنه برضه مهما كان محمد بسام لتقلو كمركز حاس المرمى ده بقاله فترة كبيرة في الجيش عامل شغل كويس ده واحد برضه من ضمن الحراس لما نكلم على محمود جاد محمود جاد مع الـ مع الـ مع امبي ما شاء الله بقاله فترة كبيرة جدا بيروح منتخب مصر الأول وبيقدي بشكل كويس أو مع مع امبي خلف وإلى الـ برضه تم الإنتقل المصري في برضه يعني هيبقى يعني يعني فرق مع فرقة كوي ممكن برضه هنا فرقة تتأثر شوية بـ بل انتقل محمود صحية طبعا ضب قادة كمان حليس كويس كويس طبعا مش كلام بس برضه يعني لسه ما وصلتش المستوى اللي إحنا بنشوف عليه �حمود يعني العملة بس هو بتاعة المسم اللي فات نس المسم ب Blood Girl منص المسم محمود جاد كانت صاب صاب países جلبس صباع في ايده وكده وعشان كان ما لعبش البرعوط قدى والأمان الولد مكتهد جدا جدا وبيقدي بشكل كويس صحية إنما هياخد وقت شوية لما يبقى جد أساسي يعني خلاص هو جات له فرصة طبعا في انتقال تم من مقصر رمضان أبو حطب مع إمبي لما نتكلم كمان احنا كلمنا على محمود جاد واتكلمنا على محمد صبحي وكلمنا على محمد بسام فيه كمان أبو جبل أبو جبل برضو البنك الأهلي البنك الأهلي عنده حاليس مميز جدا بقاله سنتين بيقدي بشكل كويس قوي الزنفولي ويمكن هو أعلى تصديات في الدوري السنة اللي فاتت صحية بمناسبة الصديات والأرقام الزنفولي هو واحد من أفضل حراس مرمى في الدوري السنة اللي فاتت في معظم فترات الموسم يعني فهيبقى فيه منافسة كبيرة أبو جبل اخذ بالك الانتقال ده يعني انتقال صعب جدا لأبو جبل جدا جدا لأني مش في نادي الزمالك فاخد بالك طول ما انت في نادي أهلي أو نادي الزمالك بيقى فيه ظاهر إعلامي وفيه برضو ظاهر جماهيري بيبقى يعني وجودك في المنتخب انت بتبقى لحد كبير بيبقى بنسبة أكتر من 80-90% موجود صحية دلوقتي أي مدير فن هيفكر برضو أكيد في الأهلي ويفكر في الزمالك عشان نفكر في نادي تاني برضو ألو زمالك ففيه منافسة بينه وبين محمد بسام وبين محمود جاد وبين أبو جبل دول هيبقوا كلهم عايزين يبقوا متوجدين في المنتخب فبرضو أبو جبل فيه طبعا ما فيش أحمد طارق سليمان تم انتقاله من المقصة على سبيل أعارة سنة للدخلية ختم السنة اللي فاتت بشكل كويس أحمد نهى بشكل كويس قوي مع الأهلي ومع سموحة ومع المقاولين عمل أكتر من كم مبارا بشكل كويس فهو عايز يبدأ من النقطة دي صحية يعني النقطة اللي ختم بيها وعايز يبدأ بيها الموسم ده صحية ففيه منافسة معه محمد مجدي برضو تنقل من المقصة معاه ومعهم رضا السيد هو صعد بالفرقة من الدرجة التانية فهيبقى فيه منافسة انتقل من الاتحاد راح فيوتشر عندنا كمان الاتحاد المهدي سليمان المهدي سليمان انتقل من بيرمز ففيه انتقلت تمت كتير يعني تقريبا كده هنقول طبعا رمضان ابو حطب احنا قلنا راح انبي طبعا فتقريبا دي كل وعماد السيد طبعا من الجونة فيه احمد ميهوب كان ده حالس مرمى كان بلعف بيورنير ترجمة نانسي قنقر